المستشفى النمساوي يستقبل رئيس الوزراء الهندي في فينا النمسا تؤكد على موقفها من الانضمام إلى حلف الناتو وزير الخارجية يرفض مقاطعة رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي وزيرة البيئة تقرر مراجعة عقد الغاز الطويل الأمد مع روسيا وفد صيني يبحث تعزيز الاستثمار مع النمسا في قطاع التكنولوجيا وأخيرا دراسة تؤكد أن توزيع الثروة المالية في النمسا غير متساون مرحبا بكم في نشرة الأخبال على النمسا ميديا لهذا اليوم أكد المستشفى النمساوي قال نيهما على عمق العلاقات الثنائية مع الهند وحرصه على تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار بمناسبة مرور 75 عاما على العلاقات الثنائية وأشار نيهما في مؤتمنة صحفية مشتركة مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى دور الهند المحورية في إنهاء الحرب في أوكرانيا خاصة بعد زيارة مودي إلى روسيا وأشار نيهما إلى النمو المستمر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين حيث بلغت التجارة البينية 2.7 مليار دولار مع توسيع التعاون في الرقمنة والتكنولوجيا وأعرب مودي عن اعتزازه بالزيارة التاريخية إلى النمسا مشيرا إلى العلاقات الوطيقة بين البلدين أكد وزير الخارجية النمساوية أليكساندر شالنبيعج أن النمسا لا تعتزم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو لكنها تخطط لتعزيز التعاون معهم وأوضح شالنبيعج أن النمسا تعتبر نفسها دولة محيدة عسكريا وتشارك منذ عام 1995 في برنامج الشراقة من أجل السلام التابع للناتو وفي سياق آخر علقت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانا على سماح الدول الغربية لأوكرانيا بمهاجمة مناطق في روسيا معتبرة ذلك تجاوزا للخط الأحمر وأكدت تنى على موقف الناتو بعدم إرسال قوات إلى أوكرانيا أرهب وزير الخارجية النمساوية أليكساندر شالنبيعج عن رفضه لمقاطعة رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي كاحتجاج على تصرفات رئيس الوزراء فيكتور أوربان مشددا على ضرورة التعاون المهني وأكد شالنبيعج أن أوربان سيحتاج لتقديم تفسيرات لرحلاته غير المفوضة من الاتحاد الأوروبي مشيرا إلى أن رحلاته كانت على نفقته الخاصة وردا على تقرير عن مقاطعة ممثلي حكومات أوروبية لاجتماع برئاسة المجر نفى شالنبيعج علمه بذلك وانتقد شالنبيعج زيارة أوربان للرئيس الروسي فلاديمين بوتين مؤكدا أن أوربان لم يتحدث باسم الاتحاد الأوروبي ودع شالنبيعج إلى جلب بوتين لطاولة المفاوضات مشيرا إلى دور الهند في هذا الصياق أعلنت وزيرة الطاقة النمساوية ليونور جيفيسلا عن إطلاق مراجعة شروط العقد الطويل الأمد بين شركة الغاز الروسية جازبروم وشركة الطاقة النمساوية أومفاو مما يزيد الضغوط لوقف استيراد الغاز من روسيا وأوضحت جيفيسلا أن لجنة من خبراء في القانون والطاقة والاقتصاد ستراجع العقد السري على أن تنشر النتائج الأولية في الخريفة المقبل وعشرت إلى درورة المضي قدما نحو الاستقلال في مجال الطاقة وتعلم الدروس من الماضي بينما أكدت أومفاو أن شروط الاستلام أو الدفع في العقد تمنع تخفيض كمية الغاز المستوردة وأضافت أن إمدادات الغاز الروسي قد تتوقف إذا تمت مصادرة الأقصاد المدفوعة كجزء من عملية تحكيم ناقش وفد من رجال أعمال الصينيين من مقاطعة كواندونج مع نظرائهم في الغرفة الاقتصادية النمساوية سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة خاصة في قطاع التكنولوجيا وأكد فالتر روك مدير الغرفة على الاهتمام الكبير بالتكنولوجيا النمساوية في الصين مما يشير إلى فرص واعدة للشركات المحلية في السوق الصيني الضخمة وتعد كواندونج المقاطعة الأكثر اقتضاظا بالسكان والأولى اقتصاديا في الصين حيث تضم أكثر من 75 ألف شركة للتكنولوجيا الفائقة وتتركز صادراتها على المنتجات الإلكترونية والكمبيوتر وتكنولوجيا الاتصالات وتم مناقشة التعاون في مجال إدارة المياه كشف تقرير الثروة العالمية 2024 لمجموعة بوستون الاستشارية أن حوالي 400 شخص في النمسا يمتلك 323 مليار يورو أي أكثر من ثلث إجمالي الثروة المالية في البلاد وارتفع عدد أصحاب الملايين بالدولار في النمسا إلى أكثر من 50 ألف شخص في المقابل يمتلك 7.2 مليون نمساوي أقل من 250 ألف دولار أمريكي من الثروة المالية وتشكل هذه المجموعة ثلث الثروة المالية للبلاد ورغم الأداء الجيد للبورصات لم يتغير صافي الثروة الإجمالية للنمساويين بشكل كبير في عام 2023 حيث زاد بنحو 9 مليارات دولار ليصل إلى 2.5 تريليون دولار كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفقراط على هواتفكم كنت معكم أنا ريم ومساة سعيدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر